كشفت إحصائيات عالمية أن مملكة البحرين حصدت المركز الثاني عربيا والرابع والعشرين عالميا في تعزيز التصنيع الشامل والمستدام وفي القيمة المضافة للتصنيع جاء ذلك بحسب الإحصائيات في موقع Our World in Data بهدف تعزيز التصنيع الشامل والمستدام بحلول العام 2030 وزيادة حصة الصناعة من العمالة والناتج الإجمالي بشكل أكبر تمضي مملكة البحرين قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة لا سيما فيما يتعلق بمجال تعزيز التصنيع الشامل والمستدام بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ونظرا لجهودها في الإنتاج الصناعي أحتلت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا بنسبة بلغت عشرين وعشر في المئة والرابعة والعشرين عالميا في تعزيز التصنيع الشامل والمستدام وفي القيمة المضافة للتصنيع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفقا لإحصائيات موقع Our World in Data ويعكس هذا التقدم الكبير لمملكة البحرين في ملف تحقيق أهداف التنمية المستدامة الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في سلسلة لا تتوقف من الخطوات والمبادرات الرائدة التي تجعل من البحرين واحدة من الدول الأكثر نشاطا على الصعيد الدولي في مجال التنمية المستدامة بفضل مساعيها لتكريس المزيد من الاهتمام العالمي بهذه الأهداف وغاياتها النبيلة في خدمة البشرية جمعا